بالدار البيضاء عقدت اليوم ثلاث مركزية نقابية اجتماعا لبحث سبول مواجهة القرارات الحكومية أو التي هي قيد الاعداد مثل رفع سن التقاعد وزيد في أسعار بعض المواد رفورتاج أمي الخالدي ومحمد نجيب توجه نحو توحيد المواقف الثلاثي النقابي الاتحاد المغربي للشغل والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل وبعد ثلاثة أشهر من اللقاءات ينسق مواقفه في مواجهة ما اعتبرها قرارات حكومية تمس بمصالح الطبقة العاملة لما نقب التاريخية تولي ديرا ليد في ليد ووقفة لأوضاعها وضاع الشغيلة وملتازمة وديرا شبه مؤتمر لتعلن عملية تنفيق وتحضير المستقبل هذا تقدم وتطور هذا التطور أثمر اليوم عن بيان مشارك تحدث عن خمسة مطالب آنية منها مطالبة الحكومة بسحب كافة المشاريع المرتبطة بقضايا الطبقة العاملة البيان تحدث أيضا عن تحميل الحكومة مسؤولية تعطيل الحوار الاجتماعي ويتوعد بخطوة قادمة أولا مذكرة الأسبوع المقبل إلى سيد رئيس الحكومة نذكره بمطالبنا بالجلوس إلى طاولة الحوار والمفاوضات من أجل الاستجابة لمطالب العادلة والمشروعة دي العموم المأجورين هذه الخطوة الأولى ولكن الوحدة بشكل اللي كانت منها لا بد أنها تطلب واحد العدد للشروط وتوفر لها الشروط وتوفر لها الجو المناسب فهذا اللي سنعمل عليه إن شاء الله القيادة النقابية المشاركة في هذا اللقاء اعتبرت أن العمل المشترك خيارا استراتيجيا لا بديل عنه وأن الباب مفتوح أمام المركزيات النقابية الأخرى شرط الاستقلال السياسي واستقلال القرار